منوشة السعودية والضجة الكبيرة بين المستخدمين وصلت مطلبات بإقاع العقوبة على الفتاة التي ظهرت في شريط الفيديو المنتشر تتحدث بألفاظ وأسلوب غير أخلاقي إحالة منوشة صاحبة الفيديو الخادش للنيابة العامة وفي التفاصيل تم استدعاء فتاة قامت بتصوير فيديو تتضمن ألفاظ النابية وتم إحالتها إلى النيابة العامة وبعد انتشار الخبر شارقت منوشة اليوم الاثنين فيديو جديد عبر يوميتها معلنة عن استدعائها لدي النيابة وقدمت اعتذار للجميع على ما بدر منها بشأن المقطع المنتشر وراحت منوشة تعتذر عن ما بدر منها عن الفيديو وتؤكد بأنها كانت خارجة عن السيطرة وفي حالة انفعال لذا لم تستوعب ما كانت تقوله وسيطر الغضب عليها أعزاء المتابعين وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته